اذا كانت القوى السياسية مجمعة على انها تريد حكومة قوية واذا كان هناك من بقي من ثلة الاخيار لتهديئة الصراع وتغليب مصلحة العراق فوق اي اعتبار فمن الذي يعرقل انجاز مكوكا الصناعة لحكومة جديدة تناقض وغرابة تدك بيت العراق السياسي اليوم بمزيد من الخوف الذي يترافق مع تأخر طال انتظاره الاتفاق يرضي اطراف الصراع وينهي انسدادا كتب على الشاشات ونطق بافواه السياسيين انسداد اغضب الشارع من جديد فهل من جديد تساول يتعطش له عراقيون بان يكون عيدا يتزامن مع عيد سعيد عيدا يأتي باعلان موعد نهائي لتشكيل الحكومة واطلاق العراق الجديد ببيته الجديد بمشروعه وعهده الجديد الحوار المستمر ايضا يثير الغرابة عند المواطن البسيط فكيف يكون الحوار نهجا دون نتيجة تفاول ملموس بدرجة ضعيفة يرجحه سياسي والاقطاب المتنافرة عله عيد ينهي الازمة الطويلة التي استمرت من بعد استحقاق تشري وحتى اليوم جهود حثيث يدشنها خبراء السياسة كالحراك الذي يقوده مجددا الامين العام للمشروع الوطني الشيخ جمال الضاري لانهاء الانسداد والمضي بتشكيل حكومة تعطش لها الشارع ولمشاريعها وانجازاتها قبل ان تولد حتى الان اذا اقتربت ساعة الحصب التي يريدها الشارع اذ لا خيار امامه سوى ان يخرج مطالبا بحق مسلوب عنوانه عراق سياسي وطني ترجمة نانسي قنقر